أحلام هذا المهاجر السوري اليافع انتهت هنا في هذه المقبرة البولندية قضى أحمد نحبه وهو يحاول عبور النهر الفاصل بين بولندا وبيلاروسيا طمعاً بحياة أفضل في ربع الاتحاد الأوروبي شأنه شأن 11 مهاجراً لفظوا أنفاسهم الأخيرة منذ بدء أزمة المهاجرين الحالية المقبرة كبيرة وسنتناقش مع الجارية المسلمة في بولونيكي كيف يمكن أن نتشاركها لم يستطع السكان هنا سوى أن يؤمن لأحمد دفناً لايقاً على الطريقة الإسلامية شهدته عائلته عبر اتصال بالفيديو تطوع به طبيب سوري يعيش هنا منذ سنوات كان يبحث عما يبحث عنه أي شاب لديه أحلامه لكن الحظ لم يحالف الموت كان أسرع هذه القصة المأساوية تلقي بالضوء على معاناة آلاف المهاجرين تبدو أبواب الحظ مقفلة بوجههم فبعدما هربوا من جحم أوطانهم الغارقة في الحروب والنزاعات والاضطرابات والفقر وجدوا أنفسهم عالقين يحاصرهم الجوح والبرد القارس الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم مع اقتراب فصل الشتاء ترجمة نانسي قنقر